مهنة تصليح البوابية هو الوحيد الموجود في محافظة الشرقية بيصلح البوابير بقاله اكتر من 50 سنة في المهنة دي ولسه متمسك بيها هنتعرف النهاردة على حكاية عم وليام خلونا نكمل مع بعض ونعرف ايه هي حكايته اهلا بك يا عم وليام الله يبارك بك يا قدنتي عامل ايه الحمد لله اهو عم وليام عرفنا بنفسك عرفني بنفسك بقى اسمك وسنك عندك كم سنة عم وليام الله اكبر عم وليام يعني قولي بقى انت بتمتهي المهنة تقريبا شبه انقرضت خلاص المهنة اه هي انقرضت ومش انقرضت ازاي بقى انقرضت بالنسبة للبوابير انتغت اما بالانفتل للكنف والفراريج والالاج والحاجات التي تعملها لعدى بعض من القابل البسيدي وانهم تعملها حضرتك لسه بتصلحها نعم حضرتك لسه بتصلح البوابير اه بتصلح البوابير طب انا عايزين نتفرج حضرتك بتصلح ايه بل انقرضت طعبه طيب خلينا نشوف مع بعض عايزة شوف حضرتك وانت بتصلح بل كم مكانك بردي ايادي اي مصفى اي حاجات مندي بفجاز بعمله اي حاجة يعني بعملها يعني على التال انا طالع المعاش خضرائك ثلاثة المعاش خلاص اربعة وثمين سنة يعني ربنا يديك الصحة وطلط العمر الله يبرك فيك عم وليام المهنة دي بتمسلك ايه نعم المهنة دي بتمسلك ايه المهنة بتاعتي اه مهي سمكرم حبا عن جد يعني قصد اقول بتحبها متمسك بيها اه متمسك بيها المهنة دي بتاعتي اي جادي وعي جادي ايه 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 واحد وسبعين سنة بيها بقى لك اكتر من واحد وسبعين سنة بتمتهن المهنة دي اه من يما هو ان شاء الله اه 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 دلوقتي حضرتك كده صلحت الكنكة دي؟ نعم ازاي بيتم تصليح الكنكة او بتلحمها ازاي؟ بالقصدير؟ نعم بتلحمها بايه؟ بالقصدير بالقصدير صح كده؟ بالقصدير اه ان شاء الله ان شاء الله كده كده رجعت سليمة يا عم وليام نعم كده صلحناها بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ كده صلحنا الكنكة اه بعمل الكنكة طب انا عايز اعرف من حضرتك بقى لإقبال على التصليح قليل ولا كتير؟ اللي هو ايه؟ الناس اللي بتيجي تصلح عندك؟ لا ناس كتير بيريدوا يعملوا هنا كتير يعني الموضوع اختلف عن زمان ولا لأ؟ يختلف بنسبك الاول بوابير وبتجانات لما دلوقتي كانك برريد بعملوا اي حاجة بعملها يعني مصفة عصير اللي بتاعت العصير هي بلحمها بركبالها مصفة اي حاجة بعملها يعني طب الاسعور ايه عم وليام؟ حلو ومش بطالة تقريبا كده بتصلح بكيم؟ اللي هو زي ايه؟ كنكة كنكة مثلا 10 جنيه 10 جنيه لكنان ده قريبا يعموريا نعم حلو عائ Julia أبقى نعم هزود عليكم هاها بان عملية2015 مى لا تعرفت لاني يعني لا شاهدوا يحبوك ويعزوك هزوجة اي ايه يعني ايه السر بقى السر ان انا اخلجة عالية معاهم طب تعابي تعابي قولي لي بقى صباح السكر صباح العسل قولي لي بقى عم واليام ايه الراجل الطيب دوتا طيب معكو او لا لا ده عسل الطيب ده عشرة عشرة من عام ام وابوية عسل جرحها جيجي نقوى نعم هو في المكان هنا بقى له كم سنة معي من عام ام وابوية بغلقة من ثمانين سنة في المكان انا لسه مكملين مع حضراتكم بنتعرف على قصة عم وليام عم وليام هو اقدم حد بيصلح بوابير في محافظة الشرقية يمكن المهنة مقرضت ولكن هو لسه متمسك باصول المهنة والصنعة عم وابوية بقى اعرف من حضرتك اه حد ورس المهنة منك من اولادك ولا لا يعني يارس المهنة دي او لا لا ليه بقى قصول متعلمين عبقى روز تجارة معادي بلون عني لانها اصلا انقرضت وعشان انقرضت انا متمسك بيها بيبتللها ايه حاجات بعملها ازي كانك براميه وطجازات مكنة عصير بتاعت مكنة لبن بلحمها جراعها مكسور بلحم لسطون بتاعتها يعمل كل حاجة يعمل انما اي حد النهاردة محدش بطلع ابن وسنكري ابدا ليه بقى يا عم ويلة لان هي مكسابها ضعيف مكسابها ضعيف كل ثلاثة ربع خمس ساعاتها يجي بابو بكش ايو الحم كانكتين ثلاثة ربع في اليوم بكش انما عشان ان انا باخد معاش بيساعد معايا معايا تكميلي يعني لكن ما يفعلش ان حد يعتمد عليها اه انا باخد معاش عشان ما باخد معاش انا ايه اه يعني منتهد برضو مش با مش باسيبها لان دي بتاع الجدي وابو ابوي بتاع الخلي يعني ما بدكش استغنى عنها رب انا يديك الصحة يا عم ويلة الله يبلد فيك عايزة منك نصيحة لكل الناس اللي بتكافح الشقيانة يعني حضرتك دلوقتي وشاء الله سنك كبير ولسه بحاول ان انت تشتغل وبتعتمد على نفسك انا بشتغل اوه بحاول ان انا بشتغل مال يعني امع وبعدين الشغل نعمة وحلو مش بطال وبعدين بيجر الدم لما مقرد بين اربع حطان اعمل ايه صح اه عيه ومرض لما انا بكلم دي وبعمل دي وبشتغل في دي واته يعني متمارس مع الناس طيب عم وليم عايزة منك نصيحة للناس الكبيرة الشقينا اللي لسه بتسعى وتشتغل ما دي اعظم حاجة ان الناس تشتغل وتتجاهد انما اللي بيبقى كركبة ده دي هو بتجعل فضر والنحس انما اللي بيشتغل ويشابح او دي اللي ربنا ترمي صح انهم كثل غلط انما الشغل عبادة صحيح العمل عبادة انا باشكرك يا عم وليم ربنا يديك الصحة ويبرك في عمرك يا رب انشاء الله بركتك حاببتو تقول اي حاجة قبل ما نخدم الله بركتك مش قلتي لاندك كان مولد ولا كان بنت اه كلمني عن اسرتك اه اه اني تلت اولاد ما شاء الله اه وبنت اه بحلوان اه بنتها محمية وبنتها ثلاث اكتورة يعني اه وعيالي هنا برضو كل واحد في الشجرة ويا لها شقق حدوان برضو مقصوطة ولي ولد في اسكندرية انه شققين ثلاثة مقصوط شواء هو كل دول حضرتك ربته من المهنة دي نعم اه ترمو من المهنة بتاع حضرتك اه اه متعلمين كل من المعابد لونه المعابد كريوت كله رب انا يديك الصحة يا رب ويبارك لك في عمرهم ويخليك ليهم الاحسر حاجة هي البنت اللي طلعت حلوة يا عم لها بنت محمية زي حضرتك حلوة اول زي كتاك ايوه ان شاء الله ولها بنت ممرضة هم يعني دكتورة يعني واحدة مخطوبة والتالي اتجوزك وليام دكتور مرحبا دول يا حبيبي فضل يا عم شيخ فضل يا شيخ رب انا يبارك في عمرك يا عم ويليام انا مبسوطة بحضرتك جدا وبلقائي النهاردة معاك ومبعدين كمان انا خلصت دي ماشي سنة اه اربعة وستين ماشي ومتخرج بدبرولة يعني واخدها دبرولة شرف دبرولة يعني ايه يا عم ويليام يعني زابط زابط ماشاء الله ونتمسي الجهاد ارضي ببورة عشر 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 مكونا بالشفرة ماشاء الله ومبعدين اخدها شرف عمالة حركة كده نرجحوني فيها شالوا الشرايط وحطوني دبرولة ايه ماشاء الله ربنا يبارك في عمرك ويديك سنة خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسين سنة يا عم ويليام وحضرتك اربعة وثمانين سنة دلوقتي ربنا يديك الصحة وطلط العمر ولسه بتكافح وربنا يا ربي افضل مكان من نور بوجوده الله يبارك فيك يا ربنا يا ربنا وتابعينا زي ما حضراتكم تابعتهم معنا النهاردة كنا متعرف على قصة حكاية عم ويليام وادم سام كريم موجود في محافظة الشرقية تقريبا المهنة مقرضت ولكن هو لسه محافظ على اصول المهنة كنت معيكم سالمة خدار بشكركم على حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته